اشتركوا في القناة احمد الشماري رحمه الله وتحدث احد ضباط الحرس الوطني مع العنز مؤكدا له صدور توجهات من سمو وزير الحرس الوطني وسمو رئيس الجهاز العسكري بتزليل اي عقوبات ممكن تواجهه وتبادل معهم العنز الحديث موجها لهم الشكر على وقوفهم بجواره ومساندتهم والدعم الذي تلقاه منذ وقوع الحادث وكان وزير الحرس الوطني الامير عبدالله بنبندر وجه باخلاء اسرة مشهور سنابشات الراحل محمد الشماري من رفحاء الى مدينة الملك عبدالعزيزة الطبية في الرياض فيما سيتم نقل الطرف الثاني بالحادث يوسف العنزي للمستشفى ذاته في وقت لاحق اليوم ومن جهة اخرى كشف مدير القطاع الصحي بمحافظة رفحاء تفاصيل حالة الطرف الاخر للحادث المواطن يوسف العنزي وقال قد حضر المستشفى بعد الحادث وكان لديه اصابة بليغة بيده اليسرى وقصور متفرقة وتم عمل الاجراءات اللازمة اما بالنسبة لحالة زوجة المواطن يوسف العنزي وابنتيه فقد اوضح انها مستقرة بفضل من الله ويتلقون الرعاية في المستشفى نظرا لتعرضهم لبعض القسور وكشف انه قد تم قبول حالتهم في مدينة الملك عبدالعزيزة الطبية وجار التنصيق لنقلهم بطائرة الاخلاء الطبي والجدير بالذكر ان الحادث الالم وقع منذ ثلاثة ايام وراح ضحيته محمد الشماري وابنته وابنه الله يرحمهم ويخفر لهم ويشف جميع المصابين اللهم امين يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة